زار وفد اقتصادي من جمهورية الفتنامي الاشتراكية غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بهدف توسيع التبادل التجاري ليشمل قطاعات جديدة أخرى الوفد الفتنامي قدم عرضا مفصل للمنتجات الفتنامية وناقش سبل تعزيز حجم التبادلات التجارية المشتركة بين البلدين المزيد من التفاصيل نتابحها في سياق التغرير التالي بهدف توسيع التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولفتح المجال أمام القطاع الخاص للقاء نظرائهم من الخارج استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من جمهورية فيتنام الوفد الفتنامي اليوم واحد من الوفود التي دائما نشطة مع دولة الكويت والتعاون التجاري معهم في آفاق وايد مفتوحة خصوصا أن العمالة الفتنامية هناك نقدر نستفيد منها في الصناعات وفي استيراد الأثاث وما غيره من مواد خصوصا أننا لاحظنا أغلب دول العالم تركز على الصناعات في فيتنام لقاء موسع جمع الوفد الضيف مع الفعاليات الاقتصادية الكويتية تم خلاله استعراض المنتجات الواردات والصادرات وحجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين أعتقد أنه الوقت المناسب حاليا بعد أزمة كوفيد لإحضار ممثلي الشركات الفيتنامية المختلفة إلى الكويت الذين يغطون قطاعات إنتاجية مختلفة من توابل ومنتجات غذائية وبلاستيكية والقهوة والشاي وأتأمل أن يكون هذا اللقاء مثمرا مع الجانب الكويتي فقد بلغ حجم التبادلات التجارية بين الكويت وفيتنام في عام 2021 خمسة مليارات دولار استوردنا النفط الخام واستوردت دولة الكويت منتجات الأسماك والسيراميك والمفروشات لذلك أعتقد أن قدرة التبادل التجاري هنا في الكويت عالية جدا الهدف الأول من الزيارة هذه المرة هو إيجاد فرص جديدة لتقوية وتمتين العلاقات التجارية بين فيتنام ودولة الكويت والهدف الثاني هو التسهيل على الشركات الفيتنامية لفهم ودراسة السوق الكويتي أكثر وزيادة فرص الاستثمار هذه الزيارات تشكل فرصة لتوطيض العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم وتفتح المجال واسعا إلى مزيد من التبادلات والاستثمارات جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت